طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جنرال zero و معاكم ابراهيم و يوري و اليوم راح نغطي او نسوي تغطية لدور غيان 2 ضد 2 فبطولتوا 2 ضد 2 فعنده يوم تيمات قوية فعنده هنا تيم سلفستر مع هيمو ضد تيم عزوز و سعود حتكم بستو 5 فالخيط الاولى لي عزوز لكن عزوز يقول خليهم يختاروا اول خلينا فنختار الخرايط فقلنا نسخ بستو 5 خلينا بس نعرف اللعيبة عندنا سلفستر هو اللاعب الاقوى في الفريق في اليسار خلينا نقول مع هيمو طبعا ما نقول هو لاعب ضائف ولا شيء لكن بنشوف الفرق بستواتس بس تكونوا عارفين او تكونوا في الصورة وعنده فريق الثاني عزوز هو اللاعب الاقوى وسعود يعتبر اللاعب شوية ومتدئ لكن ان شاء الله ببدع في القيام الماضي فانا اتوقع تكون قيام حماسية جدا فالان اول خريطة لازم نقول عن تيم عزوز نريد ان نرى من سيفوز عزوز فريق عزوز او فريق سلفستر بمعنى ان الفرق قويه ستكون مرة متقاربة ف يالله يلاقب فخلينا بنفس الرؤلاء ان عزوز هو في الخريطة الولو فريق عزوز يختار لالخريطة الولو نحن نحترم داخل و دعد التنوект لنذهب الشباب اللي في الدسكورد نعم كلهم ميوت عشان كده ما حاسمعكم بس عشان نكون ما يحترش تسلن وردي خلاص عارفين بعض والكونيكشن جاهز بس هنشوف الفورو يس كويس نختاروا الاماكن فعندنا التيم سيلفستر هيكون تحت وفريق عزوز واسعود هيكون وفوق فعندنا عزوز سيلفستر فالقوياء سيكونون قدام بعض جيوش جميلة والله فهدي انا ناوت ستكون فالشباب ممكن دحين ياخد وقتهم يتكلموا على بال اه بيسوي تست مر عزوزكم متحمس بيسوي تست طيب مشكلة لو في اي ملاحظة والشي شباب بدون هي في الواتساب في حال كان في خطأ في صوت ما اعرفهش لكي نكون واضحين معكم لكي نكون واضحين معكم فحاولت تستريم على قناة ريان لكن مظلط للاسف فحنسويه فعندنا اثنين سوبر في كل واحد فريق جيلا والتانك لا سيكون حماسك سواء للطرفين لو قلنا عزوز و سلفستر هيكون في طحن في الجهتين يعني نعرف عزوز هو مرة غريسف بالجلا ولعب سلفستر لعب تكتيكي اكتر بالجلا في الطرف الثاني عندنا هيمو و سعود كل اثنين سوبر افن فحتكون الموازين ثابتة فبسماح مرحيم اول قيم لنذهب موازي اول قيمة سلفستر هيمو ضد عزوز و سعود البسطة 5 باللون السماوي فعندنا هنا الجيم متكافئة في اليسار فبداية عندنا هيمو على الطول راح على باراكس فنتوقع دروب بانه راح على باراكس هنا في الجهة المقابلة سلفستر بيسوي بوكس هنا جميل ورأس العاملين على الطول على اليسار ففي احتمالية بيسوي سكيور للسبلاي التحت عندنا عزوز الان راح على وعلى طول وور فاكتوري تاني هنا للكي يمكن ان اتخرج بسرعة قبل أن يذهب بالبنى السابلاي وداية الاجمع وقرر ان اذهب إلى 2 فاست الاجمع ويستمر فيها هجمات قوية ونسبقات قوية في اليسار سعود أذهب إلى سطاعد المستوى لهذه التطور جدا لا يوجد أرد وبركس ونسبق ايضا ايكو عزوز وعندنا درايبين تانك ضربت هنا فالدرايبين تانك لسه عايشة فحلو هذا البازوك حيسوي دمي شوية ولكن لغا مدخل هنا إذا التانل هذا ما تكمل حيكون مدخل جميل جدا لعزوز التانل هذا الدمر وذا لسه ما تكمل لكن يحتاج تكمل هنا عندنا همر او تكنيك الفيليمين وعندنا هجم هنا في اليسار همارين اول لكن الاسف فاضي هنا او خبط في الهمرات ومفجر في اليمين عندنا عامل بيبني والتكنيكال باين في شي جوه يعني لكن سيلفستر قصل الان السبلاي حقه التاني عندنا ممكن يكون دوزر هونت واحد من الدوزرات واحد من الدوزر الدمر لكي باقي دوزر التاني عندنا مرادر الخيار هنا من سيلفستر وما احد اخذ السبلاي الثاني لفوق اليمو راح على فاست هامفي هنا لقني الان متأخر لان خسر هامر الاول وعندنا مرادر وكان بيحاول يطورها لالترقييتين فوضع سعود الان مضبوط فلوسيا هي مو اوكي عندنا مرادرين سنيك كواد في اليمين لكن كفشها سيلفستر في الوقت المناسب والجميم شوية لاقي وانا مستغرب من هذا الشيء الجميم شوية لاقي طيب مو مشكلة عندنا الان الثاني هنا جاهز المرادر فينا هنا المرادر هل سيأخذ القرامبع او اخذ السكراب هجمة كبيرة من سعود الان جاي بها مرين مع اسعاف جايين في النص بس شباب ادوني اخذوا في الواتساب اذا الاصوات متازة او عليها وعندنا هجمة مضادة من سيلفستر هنا فهي حاول يساعد سيلفستر هنا وسيلفستر يسيق هجمة مضادة فممكن هاته تكون غير متوقعة من عزوز فلو هاي ترقت او اخذت الدبلو سكراب سيكون المضادة صحب سيلفستر يأخذ السبلال الانسل تحت هناك وتكون له فرصة انه جميع احسن الفلو ابحث سيكون كوادات مع المرادر فقط واحدة مرادر او اثنين مرادر اثنين مرادر كويس سيكون المضادر اووووه وقته غلط جدا وقته غلط جدا لكنه الان غالبا جيش ورح يتدمر بالكامل وسعود سوا هجم قوي جدا معارب علاف الان عزوز معارب علاف كمان لكن بيس عزوز راح يتمسح الان وشكله موضوع حار جدا بحاول يبني الداوزر هنا هنا فرصة لسيلفستر إذا كنت أخذ القرامبع فأنت أجل دقيقه لكن البازوكا الله يأخذ الشيطانك أخذ القرامبع وضيع الفرصة على المرادة لتسير بـ دبل سكرابت أم كانت ستسوي مرادة لهادي شغل كانت ستسوي شغل هيمو الآن بـ 1200 و 200 فايربيس فعلياً وممكن لو أوفر الفلوس كان حصل له وفايربيس فعلياً ما سوى حاجة من أنه كان متوقع أنه ستسوي شيء أقصد كان كان مؤمل أنه هذا الفايربيس يسوي أي حالة من الدفاعية لكن تهور هيمو بهجمته أنه ستسوي ضد أمريكا وما أعتقد كان قرار ممتاز خلينا نقول إلا لو سوا دروب و سوا حركات يعني لكن همم تصدق لهم المجرد بشكل هيمو الآن السحب لأنه هو الممسوح لانا ممسوح يحتاج من باور وقد أتبع باور ومع باور وعزوز انتقل لمكان جميل لأنه مهام لأدا لأدا هامرات من سعود هامرات من سعود هامرات من سعود هامر تمام هذا الغد هامرات داخل تغيير مفاجئ 4 عمال يحتاج الى 6 حتى يحتاج هنا 5 بس انا السبلاي الثاني وهو يعتبر سبلاي اساسي اللي سيلفستر سيتدمر ويحلو البيع في وقت مناسب لكن الضغط الا على سيلفستر ضغط قوي هنا سيلفستر الان في ركن واحد في الخريطة الجيش هاد يعتبر جيش كبير وعندنا سيشن دستروي كومان سنتر 5000 من سعود سعود بلعب مرة كويس سيلفستر الان بنتقل الى السبلاي الى تحت ثلاثة هيليكساد وعندنا ما في غير ثلاثة كوادات هتكون صدمة نوعية لسيلفستر ازوز بالسبلاي الثالث تغيير غير متوقع والترانزيشن هاد بعد ما تمسح من الجيش الى فوق عندنا بوب جميل هنا من نعا سيلفستر لكن شوف هذا الجيش اعتقد اول ما حشوف سيلفستر هيقول جي جي لانه فعاليا ما عنده ولا شيء يصدد الجيش بيحاول اخر هنا لكن شوف كمية الهليكسات ما في غير ثلاثة كوادات لكن الثلاثة ما في الدمات لا في غير هادة التنل او داشة ان يساوب منه بوب فجي جي جي و البلايد الجي جي و البلايد الجي جي و البلايد كان ممكن نسوي حاجة بس ممكن تحكم في الامر الاول كان هو الفارق الكبير اللي غير مجر الجيم اللي غير مجر الجيم فخلينا نشوف هيمو بس بشوف اتصاله لون اتصاله كويس فمستغرب فالان الريفيرس فالان الريفيرس ما اعتقد مستاهل انكم تشوفوا الاسكور لكن ما تشوفوا او ما تسمعوا الصوت حق اللعبة صار هذا لا توقع ما علينا فنستنى الشباب هنا نستنى الشباب هنا فهذا باستوف فايف فاللي يفوز ثلاثة قيام هو اللي راح ياخد الثلاثة نقاط ويتأهل الجولة الثانية فهو عبارة عن دوري بجولات ونقاط يعني حيلعب كل الفرق مع كل الفرق فعبارة عن تسعة قيام تقريبا تسعة قيام صح تسعة قيام فهيطول الدوري فهيكون في حماس فكل فريق لي لسه على فرص حتى المنهزم في كم راوند يعني في النهاية حين ناخد اول اربعة اهله وحيلعب ضد بعض على المراكز وعلى السيمي فاينال زي ما نقول فالآمن استنى فريق سلبستر فالععب جميل فعليين من سلبستر وعزوز اللي امتعونا فعليا ما ننسى برضو حجمة سعود الفعليين قلبت القيام مع عزوز هنا تحت كانوا وكانوا بعض هجمة قوية لما دخلوا عليهم وكانوا مهم متوقعين انه سيجيلوا دبرش في هذه الاثناء فجميل جدا جميل جدا فالآمن عندنا سيكون سلبستر تانك عزوز GLA وما يزال سعود وهيمو بالسوبر ايپن فخليني نشوف هلا اللعبين هلعبوها بنفس الشي ولا لا طيب ناخد شوية نصائح او تبس تعليمية هيمو بمنه بنى بركس بفضل كان نسو دروب سو حاجة بعد ان نسو الى فالو اوب بالهم في ممكن ان نسو دمج اسرع واعلى ولا ننسى التحكم بالهمر بان خبط الهمر في الهمر الثاني وكان مليان ففجر بعض وراح على الهمر الكامل فمو مشكلة فنبدأ الان باسم مرحوحيم القيام الثاني عندنا الان في الريفر استعزوز تحت فيلمين بزيش الجيلا ومع صاحب اليسار سعود بي السوبر ايپن باللون الازرق وراح لعبو ضد عندنا نهيمو الان باللون الاصفر بي السوبر ايپن مع سلبستر بي التانك باللون البنك فخلينا شوف سوفستر كيف راح يلعب شوف هنا خطه خلينا اركز على التفاصيل سوفستر اسهل الدوزر الثاني على الطول على تحت فسير اللي يلحق على السبلاي الثاني على بال ما الدوزر لا يروح هناك فكمنه فيه توقيت مناسب من الجهتين فهيبني باين 2 سبلايز اولا وبعدها عيسوي لها فالو اوب بال الور فاكتوري اوه او اولا اوه اولا تاني جاي ونشوف عزوز رايح على تقريبا بوكس لكن باين اي واحدة تقريبا تخش من هنا المترجم للقناة 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 و هيمو انسحب فججين لفريق عزوز فريق عزوز الآن يحتاج فوز واحد بس علشان يضمن الثلاث مقاط ولكن الآن هي خريطة فريق سيلفستر و هيمو لكن كان اكشن كبير جدا من الجهة اللي في اليمين ممكن كان احتاج شوية فلاوب من هيمو لو ساعدوا و سوى رش معاه جاب هامرات كان ممكن اتغلبت موازين الهاتف بشكل مرة كبير فهنا عندك الكمميكيشن والتيمورك المرة يفريق وسعود لعبها في وضعية الدفاع انا ادافع و بنكر لانا اطلع عرورا و اشيل الهاتف الآن بننتظر اللاعبين أتأكد فين اللاعبين هنا عندنا 2-0-4 فأنا اتمنى نشوف فيه قلبه في الأقيم اتمنى نشوف انه القيم يتقلب ففي انتو دار سيفستر و على بال خليني شايك على كم حاجة فالآن لهم الخيار ماذا تكون تتوقعوا ممكن تصير احسن يعني لفريق هيمو و سيفستر اعتقد ممكن التواصل اكتر او او زي ما اقول هجم مع بعض او double rush كده يضمنوا انهم يكونوا في communication واحد تسموه في محادثة واحدة سوف نقول انهم ماشيون بنفس الخطة مع بعض بدل ما واحد يروح لحاله و لم يدارس ايش الثاني قاعد يسوي فبعين فيه هذا المسكوميكيشن خلينا نقوله بين فريقهم ففي انتظار عبد الله اوكي انا اختصتوا الى الكلام وسيقول لكم بعدها سوف ادخل احسن two zero so far احسن نستطيع قام لك ولا مستطيع فكي ولا مستطيع فكي سوف يلا يلا يا سلفستر يلا يالله يالله نحتاج قلبة القيام نحتاجك تقلب القيام نحتاجك تقلب القيام نريد أن نرى نريد أن نرى إن شاء الله نرى أول فوز للدحين لفريق سيلفستر ريمو لكي يكونوا عندنا في السكوربورد فوق ماذا نقول فيه قيام أنزلته شباب لعبه ستجدوها في قناة ريان لا تنشيك عليها يجب أن نقوم بعمل الدعم لأن الله طلع عافية سوى لنا هذا الدوري وضع المجهود على قيام وعلى الشيء الذي يعملوا ستريم ولا تنشيك على القناة وتنشيك على قناة يلا الآن دورهم مرة ثانية يختاروا خريطة أي ماب أو 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 costline بسم الله مستمر المجهودة جميلة إن الخرارة المفضلة عندي وفيها خريطة كبير فشباب يستمتع فيها فخلينا نختارها التمشيك costline أكثر وهو أستراتيجي بحث نحن نرى وقرد الشباب حسنا 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 مرة أخرى سيكون هيمو سنقوم بعمل ناوت هيمو لدينا ضد سعود وسيلفستر ضد عزوز سنرى الجوش الآن حسنا 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 هناك فرش في الجوش حاليا حسنا لدينا في اليسار فريق عزوز صح في اليمين فريق سيلفستر سعود ضد هيمو سلوز ضد هيمو Whipon وانفانترا يا لطيف على مالك صعب جدا لدينا فوق توكسن ضد جميع تفضلك حلو ممكن تقريبا وتنفع مع تيم وورك كويس من أي طرف من البريقين هنشوف جيم حماسي فعليا هنشوف جيم حماسي فعليا فلازم يكون التيم وورك قوي جدا ونقول باسم الله عزوز يقول يلا باسم الله الرحمن الرحيم القيمة الثالث وممكن يكون القيمة الخير عندنا سيفستر رحيم ضد سعود وعزوز جيدا يحبوا ونبدأ القيام الثالث عندنا تيم سيلفستر سيلفستران تحت العلمين بلونة بوتقاني بجيش السوبر ريفون ومعاه صاحب مهم الآن في فوق فيلمين بجيش التوكسن باللونة الأزرق هيم يحب التوكسن فا اتوقّح ان لقي القيم جمي جدا في اليسار عندنا سعود الآن فريق سعود و عزوز فريق 2-0 في الصين العاديا وعندنا تحت في اليسار فريق عزوز باللونة الأحمر فريق الإنفنتر اتوقّح 2-0 يحتاجوا 1 فوز فريق يضمنوا الثلاثة نقاط الآن عزوز باني تحديد وبعدها باللونة الأسفل و الجهة المقابلة عندنا سعود و اتوقّح 2 مدينة المفرقة مدينة المفرقة مدينة المفرقة فريق 2 مدينة المفرقة لقد أحضر في المدينة الآن هيمو باراكس وور فاكتوري سبلاي و تانل جميل جدا عندنا عامل هنا فممكن هذا العامل يبني تانل ويساعد صاحبه هنا عندنا بيكون جميل جدا جاي من عبدالله سيلفستر اوه ترا انتبهت فيه عندنا هليكس هتكون من قبل الانف انتري بغير ننتبه ونطلع الكودات سعود الان راعب سيلعب 2 وور فاكتوري هل يمكن تراكد ان الانف التوكسين هي موليسا ما باع الكومان سنتر وعندنا بيكون على طول من سيلفستر انه بيع بيع الكومان سنتر وكتب له سيل اوكي عندنا هنا هل انه فعليين الف هتفرق معاه عندنا دفاع ممتاز جدا تلغيم من قبل السعود اول تكنية الجاهز الان هيوا معاه فلوس كتيرة فالان تقدر تشوف الضغط المترجم للقناة 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 الآن عزوز بي 2 أول 2 سيبلاي سيليستر بيحاول الهيليكس لقدت تنزيل للمكان هاد المترجم للقناة عنده فرص السيبلاي والآن يبني السيبلاي سعود معه 5000 الان في بروباقاندا سنتر عنده جيش في النص سيليس ه Yang المترجم للقناة سبحانه يجب أن تكون و ترجع بسلامه و امان سالمة غانمة عندنا الهيليكس ما زالت عايشة و طور النيران عارف يبغى يسوي دمج بها يبغى يسوي دمج بها وهو الان بيحاول يأخر او يشتت انتباه سلبستر سلبستر يحتاج طلع الجيش كمان مع فلوس لكنه ما هو منتبه فعندنا هنا الهيليكس تبغى تشيل الاستراتيجي سنتر سلبستر انا منتبه له تحتاج تقريبا اذا ما نغطان ثلاثة ضربات هذه الاولى و هذه الثانية لكن التصدي جميل من سلبستر سلبستر الان لفل ثلاثة فحنشوف الان خاصياته سواء من سبكتر اي تن او حتى السنايبرات هي مو بيحاول يرجع و بيشق الانفس سلبستر معا اربعلاف عند الان انفنتري السنايبر اقصد الفارورة او الفارورة هادي هجمة كبيرة اذا قدر يصده سلبستر الان هتكون الجيم تشينجر يحتاج ضرب هذا الجيش اووو باس من مليان الباس حرفيه مليان عندنا اثنين أربعلاها أمراء تحاول ومتهادات هل هنا بابعلاف بابعلاف هنا هنا رمضان المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة كل فرصة تفرق فيعطيكم العاشد كده سوينا نهاية الجولة حقتنا يعطيكم العافية ونشوفكم في فيديوهات ثانية ومع السلامة